يقال والله أعلم عليش هفكر المشاهد بالحدث اللي حدث ده أصلا ده من مدرسة سيدنا النبي وده ابن سيدنا النبي زين العابدين علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين كان عايش في المدينة أو كذا وبعدين كانوا ملاحظين حاجة في المدينة المنورة مش عارفيني يفسروها كتير من الموجودين في المدينة حتى الفؤر تقول مثلا سبعين بيت ولا حاجة كل يوم الفجر يفتحوا الباب يلاقوا فيه كيس أو حاجة موجود فيها شوية أطعمة من الخيرات من اللي بيجيب محدش عارف وبعض الناس تقول وزين العابدين ده مش ابن سيدنا ما يصرفش حاجة كده يعني على الناس يقتدي بجود أبي أبوه ده كان أبو جده صلى الله عليه وآله وسلم يعني هكذا يحدث جده كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وده ده كان يقول كده وفي نفس الوقت اللي بيحصل ده بيحصل اللي هو لده قالوا لما مات علي زين العابدين لم يجد الفقراء هذا في اللذر فبان أن علي رضي الله عنه زين العابدين هو الذي كان يضع في هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا واتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فده شيء اللي احنا فيه ده ممكن اختبار يبان فيه هذا احنا بندعو كل من تعود على إطعام الناس في موائد الرحمن أو في غيرها أن يستمر لأن هذا وقت الاستمرار وهذا فيه كثير من الناس تحتاج إلى هذا وهو أيضا لون من الصلة حتى لمن لا يحتاجون نعم أن يستمر لكن فيه شكل من الأشكال اللي حضرتك أشرت لها الوجمات الجفة عن طريق برضو إذا كنت تعرف حد أو تقدر توصله عن طريق جمعية من الجمعيات المعتمدة اللي معروف عندها للناس اللي تروح لها أو تقدر توصله انت بطريقة برضو فيها إجراءات وقائية يبقى ذلك وخصوصا في هذا الوقت لا تتخيل مدى السواب هو مدى مدى ما يدفع الله به البلاء وحن محتاجين حتى هذا لدفع البلاء هتفرق لو أنا طلعتها طعام أو طلعتها نقود يعني طعام الطعام خلص يعني إحنا عارفين أو فهمنا دلوقتي شكله العام أو حتى مرضوده على الشخص حتى اللي بينفق أو الشخص اللي بيتلقى هذه المساعدة أو هذا الطعام نعم هل هنا الأموال اللي أنا بطلعها بتدخل تحت بند الصدقات وإذا يعني مائدة الرحمن أو الوجبات دي بتدخل تحت أي بند بخلاف إطعام الطعام يعني أنا رايح للجمعية دي الفلانية بقول لها فلنفرط يعني بقول لها أنا معايا واحد خمسة فلوس يعني أي حاجة بقول لها خوضي دي طلعيها لطعام الطعام فالجمعية توكلت عني وراحة اشترت بشترت من الجواجات الجفة مننا تشوف بتصرف إزاي وأنا بنبه دايما أن الجمعية معتمدة علشان ما حدش يتصرف لنا فيأخذ منك ما ليس ما يتصرف به بخلافي المقصود لازم يبقى شيء تحت بصر الدولة يبقى خدت للجمعية وتوكلت عني فأطعمت عن الطعام طبعا كأنك أنت أطعمت الطعام بالزبط كأنك أنت فطرت الصائم بالزبط أو أنت مش كأنك يعني علشان ما تبقاش هي أنت فطرت الصائم بالزبط زي المحر في الحج نعم زي الهادي في الحج فالوكيل قام فكأن الموكل عنه قام بالزبط أستاذنا كلمة